عندهم مرض تحرش كنسي بذلك بالأطفال. آآ قد يكون ما هيك شفت الشخص سوي يبان عليه انه محترم بالمناسبة اصدقائه اللي تقريبه النهاردة عليه قاله محترم ومستازم وبيصلي ملاش دعه خالص بالدين. هو يبان كده. لكن ده قد يكون جزء نفسي. ايس هو معاة طفلين يا وصاص صبري. هو معاة طفلين. هو معاة طفلين. يعني. لكن هي حلاكة يا فندي. والاب اللي بيعدد على طفلته اللي حاوله ولها لك هو بنته. وهو ابوها وهو سندها وهو حمايتها. هي البنت اللي تم التحرش بيها دي او الطفلة دي عندها كم سنة او صاص صبري. آآ المعلومات حتى الان تحضر السنوات الفيديو اللي جالنا من الشارع. المتصور قبل دخولها للأسف الصور مش رطحة. قبل دخولها العقار اللي للأسف هزا الشخص. مش عايز نقول بني ادم ده اعتدى عليها هتك عرضها دخله. آآ كانت جاي من الشارع. طفلة. الواضح من العطاة الاولى. انها كان المعمل يديد في الاشارة ميداني الحرية. وهو استدرجها بالطريقة او باخرى. الكامل ما كانتش واضحة. استدرجها ازاي? آآ دخل العقار. العقار بالمناسبة في بعض الامور البنية يعني حاجة خاصة تقريبا تحت الترميم او الاصلاح او ما شبه زلك. هو استغل ان العقار شبه يفاضي. وان شقة الاولانية فيها معمل تحليل. آآ دخل واخد التنفر على جامعة حاجة شوفت بالفيديو. الاخت المحترمة الممرضة اللي موجودة في المعمل آآ فوقت المنظر خرجت ونهرته وشاجبت الموقف وهو جري والقامرة جابته حتى في الشارع هو بيجري بيهارول في الشارع عشان ياخد تاكسة او حاجة ويهرب من المكان. هي البنت عند دقاءة كم سنة ما عم عرفتش? ست سنوات. ست سنوات? ست سنوات. ليها اهل يا فندم فيه اسرة. ظهران لها اسرة. حتى الان بيتعاون مع الدخلية مع النيابة العامة نحاول التواصل للبنت حتى زي اللحظة منذ دقائق آآ البحث مع الدخلية وبتكليف من نيابة العامة مشكورة آآ في المنطقة مش قادين يوصلون للبنت لكن الجران والمحلات اللي جانبهم قالوا البنت بتبقى موجودة للصبح فعلا بيتبقى موجودة في الاشياء بيعملاتي لكن النهار ده مزهرتش. آآ. قد يكون تحت ضغط. وبالتالي 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 هل المجلس القومي للمرأة يا فندم هل المجلس القومي للأمومة والطفولة هيبقى هوك بمثابة الولي بتاعها بتحريك الدعوة وفيه محاق وفيه يعني الدفاع عنها. آآ الله يكلم حضرت زي ما يقول التباهم احنا ممصرين للأطفال آآ غير المصحوبين او غير آآ لهم اهلية هنتولى وده تكليف من الدكتورة صحة النهار ده نتولى الدفاع